بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونسألك حسن الختام عند انتهاء لجل أما بعد فقد وصلنا إلى الاجتهاد العقلي والاجتهاد العقلي دائرة واسعة من ضمن هذه الدائرة يوجد عندنا القياس يوجد عندنا الاستحسان إلى آخره فالآن نبدأ بالقياس القياس في اللغة هو التقدير والتسوية إصطلاحاً إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة أو إلحاق ما لم يرد بيان حكمه في الكتاب والسنة بأمر منصوص عليه في واحد من الأصول الثلاثة الكتاب أو السنة أو الإجماع وإن كنا الإجماع الحقيقة يعني بعضهم يقول هذا نحن نرى الإجماع يعني مصدراً كاشفاً وليس مصدراً مستقلاً فالإجماع يؤول إلى الكتاب والسنة موضوع القياس نعم هو اجتهاد عقلي ولكن العقل هنا لا ينفرد بهذا الشيء العقل هنا يبحث عن حكم الله تعالى فالعقل هنا مقيد بحكم الله سبحانه وتعالى ولذلك المانعون للقياس كالظاهرية حقيقة هم لم يفهموا هذا الشيء وأتوا فيه يعني لذلك هذا المذهب انتهى وتلاشى وضمحل لأنه مذهب عسير جداً لا يمكن تطبيقه لا نتكلم عن نقده كثيراً لأنه الآن غير موجود فانتهى الحمد لله رب العالمين فالاجتهاد العقلي أو القياس هو البحث عن حكم الله سبحانه وتعالى والحكمة من هذا الشيء أن النصوص محدودة والمسائل كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام أم هو خاتم النبيين أم خاتم النبيين خاتم النبيين أم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام يعني قرئ بالاثنين خاتم النبيين وخاتم النبيين فخاتمهم عليه الصلاة والسلام يعني هو زينة المرسلين كما أن الخاتم يزين اليد فهو زينة المرسلين عليه الصلاة والسلام وخاتمهم يعني آخرهم عليه الصلاة والسلام خاتمة المسك فالنصوص محدودة والحوادث كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام لن يكون بعده نبي هذا قطعا قولا واحدا لا خلافة في أهل ملة في هذا الموضوع فكيف تتسع النصوص المحدودة للوقائع الكثيرة هنا لابد من القياس لابد من إلحاق الفروع التي لم يأتي حكمها بأخرى مشابهة لها ضمن آلية شرعية محددة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى حجيته هو حجة بلا شك ولعلي ذكرت نقلا سابقا عن ابن القيم حينما قال لو وقف الواقف دارا على الفقهاء لم يدخل الظاهرية لأن الظاهرية ليس فقهاء فالفقه هو القياس أدلته من القرآن قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار طبعا هذه الآيات حينما نقول حجيتها كذا وكذا والديل هو كذا وكذا هذا في نظر أهل الاستنباط في نظر أهل الفهم الثاقب للنصوص فحينما يأتي قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار هذه الآية أين نزلت في قصة بني النظير هؤلاء ارتكبوا مخالفات معينة فأدت بهم إلى نتائج وخيمة فحينما يقول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار معناه لا تفعلوا العلة التي فعلوها فيصيبكم نفس النتيجة التي وصلوا إليها من هذه واعتبروا اعتبر عنقاسة فمن هذه الآية أخذ علماء الإسلام دليل القياس كذلك في قوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر شاع بعد أن انتشر فقه الريال في كل مكان شاعت عقلية غريبة عجيبة وهي أن الدليل إذا لم يكن نصا صريحا واضحا يعني هكذا لا يحتج به ومن طرائف الأمور وغرائبها أن الدليل إذا كان عاما لا يقبلون به وقد رأينا اختلاف الفقهاء في العموم وخاصة الحنفية الذين يجعلون العام قطعية دلالة على أفراده يعني العام أقوى وهو قوي جدا يعني مثل الخاص نعم الخاص بلا شكله يعني خصوصية ولكن العام أيضا دليل قطعي إلا إذا يعني خرج منه فرد من الأفراد وهكذا فهنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نلاحظ في الآية أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر طاعة الله بالنص وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني ما بالتأكيد لو قال أطيعوا الله والرسول لكان الأمر يعني مقاربا ولكن لا نص على طاعة الله وطاعة الرسول نص على كل واحد منهم استقلالا للتأكيد وأولي الأمر منكم هنا لم يقل واطيعوا أولي الأمر منكم لماذا؟ لأن هذا راجع إلى ما سبق إلى كتاب والسنة كيف يكون الرد إلى الله والرسول؟ الرسول فهم أهل الاستنباط من علماء الإسلام أن الرد إلى الله والرسول البحث عن ما يشبه هذه المسألة إذا لم تكن هذه المسألة بذاتها منصوصا عليها فنبحث عن شبيهها عن مثيلها وهذا فيه حديث معاذ المشهور لديكم قال بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلوه هذا الحديث انتبه جيدا إذا ما بحثت عن سنده عند آه الحديث قد تجد فيه كلاما ولكن ارتفع هذا الكلام عن إسناده عند علماء الأصول لأنهم اتفقوا على هذا المعنى فالإجماع هنا يعضد إسناد هذا الحديث فهذا الحديث وإن كان في سنده مقال لكنهم معتضد بإجماع علماء الإسلام بإجماع علماء الأصول تقول لي قال داود الظاهري ومن قالك يحتج بخلاف داود من أيام داود في القرن الذي ظهر فيه يعني في القرن الثاني قالوا لا يحتج بخلاف داود لا يحتج بخلاف داود فداود الظاهري ومن جاء بعده ماشي عكس التيار خلف التيار يعني إذا ماشيت على طريقته ستهدم الفقه الإسلام برمته ولذلك العلماء لم يعتدوا بخلاف داود يعني من كان منكم مختصا في النحو أو مهتما به مثل هذه القصة ظهرت في النحو في شخص في الأندلس اسمه ابن مضاء ابن مضاء الأندلس جاء في آخر الزمان ليهدم نظرية العامل التي بنى عليها النحات نحوهم لم يلتفتوا إلىها وصاروا يذكرونه على سبيل التطرف والنكتة أنه في شخص اسمه ابن مضاء يقول اللغة كلها سماع وما في عندنا شيء اسمه عامل فكذلك هذا لأن الحقيقة هذا الفقه وهذا الأصول وهذا النحو وهذه العلوم علوم تراكمية هذا الشيء لا يفهمه كثير من أهل عصرنا يظن نفسه إذا ما وجد حديثا أو وجد كذا خلاص يعني ساغ له أن يهدم الفقه الإسلامي لا يخفاكم أن هذا الحديث قد مر عليه آلاف من العلماء من أهل الذكر ومن أهل الاستنباط ونظروا إلى ما فيه وعرفوا قصته وقلت سابقا في المحاضرات السابقة النصوص نقلت مفسرة فهذا ابن حزم رد هذا الأثر وشن حملة شعواء عليه لماذا؟ لأنه دير القياس قلت لكم هذا وإن كان في إسنادي مقال لكنه معتضد بعمل الكافة كذلك جاء في رسالة سيدنا عمر إلى أبي موسى الأشعري قال وقايس الأمور فهنا من أيام سيدنا عمر ذكرت كلمة المادة ذكرت قايس المقايسة يعني شابه قارب كذلك نجد المصطفى عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى شيء من ذلك قد نبه قال مثلا هذا الحديث في الصحيح في البخاري قالت رجل جاء إلى رسول الله قال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال لو كان عليها دين أكنت قاضي قال نعم قال فاقضي الله فهو أحق بالقضاء فاقضي الله فهو أحق بالقضاء إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقيس دين الله تعالى الذي لم يأتي حكمه على دين العباد المعروف حكمه فألحق هذا بهذا هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الآثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أبلغ بعضها مبلغ التواتر ولا سيما في قضية حد الخمر سيدنا علي ماذا يقول يقول إذا سكر إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فهنا جعل عليه حد المفتري هذا أيضا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان عندهم هذا النظر نعم والمعقول كذلك ظاهر يعني قلت لكم النصوص محدودة النصوص محدودة والوقائع كثيرة ولا بد أن نبحث عن حكم الله تعالى في هذه المسائل ماذا يفعل الظاهري في كثير من المسائل يلحقها الحاقا هو لا يقول بالقياس يلحقها يقول هذا يشمله حكم النص وأشياء كثيرة يقول الأصل في الأشياء الإباحة وينتهي كل شيء عنده وهكذا نعم والمشكلة في الظاهري ليس فقط إنكار القياس إنكار القياس إحدى مشاكلهم المشكلة الأخطر هي عدم تجاوز الظاهر أبدا الوقوف عنده الجمود عنده لا أقول وقوف الوقوف عنده الظاهر واجب لكن الجمود عنده الظاهر نعم قلت لكم لعلي سابقا من أكل البصل أو الثوم أو كذا فلا يقربن مصلانا أخذ منها حرمة البصل والثوم هذا لم يقول بأحد معلماء إسلام كانت تباع في أيام المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام موجود وثم بعده وبعده وبعده فأخذ منها التحريم يعني هل أهل القرون الثلاثة هؤلاء كانوا فساقا يبيعون المحرمات ويشترونها لم يكن هذا لذلك هو قلت يعني شخص يغرد خارج السرب خارج سرب الفقهاء نعم أركان القياس مقيس عليه مقيس علّة جامعة والحكم نعم المقيس عليه هي الحادثة التي نص على حكمها المقيس هي الحادثة الجديدة العلّة الجامعة هي الوصف المناسب نعم الحكم الجامع هو ماذا حكمنا عليها هناك شروط لهذا القياس منها الله أكبر الله أكبر تقدم ثبوت الأصل على فرع بلا شك لأنه أصل حتى يكون أصل حتى يكون أصلاً كذلك لا بد أن يكون الدليل ثابتاً بدليل من الشرع الأصل لا بد أن يكون بدليل من الشرع كذلك عدم كونه فرعاً أي مقيساً على أصل آخر يعني لا أقيس على فرع لا بد من القياس على أصل رابع عدم ثبوته خلافاً للقياس وانتبهوا لهذه المسألة يقول علماء ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا ينقاس وإلا ضاع الدين بطريقة أخرى كيف كيف ننظر إلى هذا لاحظ الشرع الشريف أجاز المسحى الخفين فهل يجوز لك أن تمسح على القلونسوة شيء يغطي جسد في مشابهة هل يجوز لك أن تمسح القفاز في جد بعض المشابهة يعني حقيقة يشبه وفي شبه كبير وكذلك هذه من أجزاء وضوء فماذا نفق لا هذا أمر ثابت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس لأن القياس ما هو غسل الرجلين وأريد أن ننبه إلى مسألة مهمة جداً في هذه القضية وهذا أمر يشتبه على كثير من الناس وإلأسف حتى على بعض فقهاء المذاهب وعلى بعض أصوليين ليس الأئمة الكبار لكن طبقة الثالثة والرابعة وكذا القياس المراد به هنا هو القاعدة العامة المضطردة في الشريعة وليس المراد به القياس الذي هو الحاق فرع بأصل كذا فحينما يقول هذا ثابت على خلاف القياس يعني ثابت على خلاف القاعدة الأصلية المضطردة في الشريعة لما نقول هذا الكلام وجدنا في بعض من يردع الحنفية فيقول يعني يذكر ممن فعل هذا ابن قدامى في كتاب روضة الناظر يقول يردع الحنفية في قضية تقديم القياس على خبر الواحد فيقول ماذا القياس فرع وخبر الواحد أصل تمام فكيف تقدم الفرع على الأصل كيف يفكر ابن قدامى رحمه الله في هذه المسألة يقول أن هذا القياس فرع وقد يكون مأخوذا من حديث خبر واحد فكيف تقدم فرعا مأخوذا من خبر واحد على أصل هو خبر واحد حقيقة لأول وهلة يبدو للناظر أن هذا الكلام يعني قوي ولكن حقيقة هذا كلام غاية في الضعف والهزال لما لأن القياس الذي ذكره الحنفية في هذا الموضوع يعنون به القاعدة المضطردة في شرع الإسلام المأخوذة من أدلة كثيرة القاعدة التي دلت عليها نصوص كثيرة كقاعدة الخراج بالضمان كقاعدة الجزاء من جنس حمل مثلا وجزاء سيئة بمثلها فهذا المعنى تواردت عليه أدلة الشرع الشريف فحينما يأتي خبر خبر واحد يعارض هذه القاعدة الأصلية هنا الحنفية يقول هذا خبر واحد ثبت على خلاف القياس يعنون به ماذا؟ القاعدة الأصلية المضطردة في شرع الله سبحانه وتعالى فلا يقدم لماذا؟ لأنه فرع يقابل أصلا وليس هذا من قبيل تقديم فرع على أصل كما فهمه يعني هذه عينة ولا أن تقص من الرجل العالم كبير لكن أقول لك لا يأخذ مذهب قوم إلا من كتبهم هذه قاعدة منهجية حتى تفهم حيثيات ما قالوا وفي هذه المناسبة أذكر مسألة كثر القيل والقال والجدل فيها وهي مسألة المسح على الجوارب التي في أيامنا وبعض الناس يجعلك مخالفا للنص إذا ما منعت المسح على الجوارب وهنا سأتكلم بكل صراحة وسأبحث المسألة من جميع زواياها نبدأ أولا بثبوت الأثر فيها في حديث المسح الجواربين أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح انتبه جيدا حسن صحيح حسن صحيح اغتر بعض الناس فقال هنا الترمذي وصحيح الحديث إذن هذا الحديث صحيح يجب العمل به لاحظ مدارك باقي الأئمة الإمام النووي رحمه الله يقول هذا الحديث ضعفه سبعة من الحفاظ لو انفرد واحد منهم لكان أقوى من الترمذي ابن المديني وشعب ابن الحجاج والبخاري كبار أئمة الحديث ضعفوا هذا الخبر يعني حتى لا تغتر لأول وهلة حتى تعلم أن ورائك يعني إن بني عمك فيهم رجال ولما أقول مذاهب الأربع هؤلاء ما كانوا يلعبون ما كانوا عابثين وقد درسوا الأدلة بتمع هذه أول قضية الحديث هذا البحث العلمي الوصولي لأنه عندي طرف آخر يدعي لاجتهاد لأنه فقط نظر فرأى الحديث في الترمذي وقال حسن صحيح انظر كيف نفكر وكيف يفكر هو كيف نفكر نحن المقلدة وكيف يفكر ذلك المجتهد لتعلم من هو المجتهد ومن هو المقلد الحديث هذا الكلام أولا في إصناده ثانيا الكلام في طيب ثبت عن بعض الصحابة أنهم مسحوا الجوارب هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح النظرة الأولى إلى ضعف الحديث جعلت الإمام الأعظم يتشدد في هذه المسألة قيل في أواخر أحياتي وتراجع عنها لماذا تراجع عنها؟ لأنه وجد بعض الصحابة يمسحون طيب ما هو الجوارب الذي مسه عليه الصحابة؟ أتى الإمام الأعظم وهو تابع جليل إلى ورثة أنس فوجدوا الجوارب التي كانت عند سيدنا أنس قال انظر القاعدة في الشريعة ما هي؟ أن الرجل تغسل المسح عليها مخالف للقياس أم موافق للقياس؟ القياس ما هو؟ غسل الرجل المسح على الجوارب الذي جاء في الأثر بعد على افتراض صحته وقلنا ثبت عن الصحابة على افتراض صحته تمام؟ المسح على الجوارب موافق للقياس أم مخالف للقياس؟ مخالف للقياس تمام فنظر الإمام الأعظم ومن بعد أيضا الآخرون الشافعي وأحمد ومالك وكذا نظر الآخرون وقالوا ماذا؟ نظر الأئمة وقالوا الخبر مخالف للقياس فغيره عليه لا ينقاس فنقتصر على الجوارب الذي ثبت عندنا أن الصحابة تمسحوا عليه مرة واحد من هؤلاء الناس يعني حقيقة هو يعني عامي مثقف جلسنا في مجلس ما وقال سئلت في الجريدة عن المسح عن الجوارب فقلت يجوز ما ديلك؟ قال يا علي الصحابة لو كان عندهم مثل جواربنا ألا يمسحون عليها ونظر هذا الدليل الصحابة لو كان عندهم مثل جواربنا ألا يمسحون عليها؟ هذا هو الدليل سبحان الله سألت وتسألت كيف تبحث عن جورب في المعجم في أي مادة كيف تبحث عن مادة جورب؟ ما أصل كلمة جورب؟ حتى تنظر الفرق بين العالم الكبير الذي يقول أنا مقلد والثاني الذي يقول أنا مجتهد وهو فصل صغير جدا جدا لكنه يقول أنا مجتهد أتعرف كيف تبحث عن الجورب في المعجم؟ أتعرف أصل هذه المادة؟ ما اسمها في لغة العرب؟ يقينا لا يعرف لا يعرف هكذا يكون الاجتهاد الاجتهاد هو استفراغ الوسع في البحث عن حكم الله سبحانه وتعالى تأتي هكذا في جريدة على جوجل تقول جورب خلاص تم الأمر لا يعرف كيف يبحث عن مادتها لا يعرف اسمها في لغة العرب لا يعرف حكم الحديث الوارد فيها هذه عينة المنتشرة لا يعرف حكم نظر فقط الأول وهلا الجورب في لغة العرب هذه مادة كلمة فارسية ليست عربية لكنها عربت بعد ذلك أصلها كوربة في فارس معناها قبر القدمين يعني تدفن القدمين فهي كلمة ليست عربية لكنها عربت بعد ذلك هذه أول قضية ما أصلها وما فكرتها وما موضوعها قال هذا زمان وحقيقة سبحان الله حينما كنت صغيرا وسألت عن الناس الذين حولي والدي وعمي وكذا الناس من مشتغلين بالعلم عن الجورب فقال الجوارب التي نعرفها زمان كان رعاة الغنم يفعلونها يلبسونها ينسجها من أشياء من الصوف وغيره والوبر ويلبسها فقال كان يمشي عليها بذاته وتلك التي كانت في أيام الصحابة كانت ثقينة وسميكة جدا طيب ما فكرتها هذه كانت في الصيد ولأسيما صيد الغزلان فيصنعون شيئا سميكا جدا بحيث يطارد الغزال فيتعب الغزال وتتشقق أضلافه وهذا صاحبنا يلبس جوربا لا يتشقق ويمشي في الأرض القرقر الأرض الوعرة وكان يسمى في العصر الأول المسمات المسمات هكذا تجدها في معاجم اللغة المسمات فهذا المسمات هو أصل فكرته وكان شايعا في تلك المرحلة وكان يسمى جوربا فمسح عليه أنس ومسح عليه الصحابة ردوان الله تعالى عليهم وجاء الفقهاء بعد ذلك أخذوا هذه الشروط من فعل الصحابة لماذا التزموا بهذه الشروط ولم يطردوها في كل جورب لماذا؟ لأن المسألة ثابتة على خلاف القياس وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ثم واحد من الأخوة أعضوا مجمع اللغة العربية في بعض البلدان التقينا في مكان وضوء فرأيت يمسح كالعوام على هذا الجورب فقلت له لكن حقيقة سبحان الله عندنا ظاهرة بدأت خاصة في بلاد الشام بعض الناس تخصص في لغة العرب وظن أنه بالعربية وحدها يستطيع أن يفهم الشريعة وهذا الكلام حذرنا منه مرارا إذا لم يكن عنده نظر أصولي إذا لم يكن عنده نظر شرعي إذا لم يعرف مآخذ الشريعة إذا لم يعرف موارد الشرع الشريف لن يفهم لماذا سينظر جورب وهذا جورب إذا انتهى الأمر لا فسألته قلت له لا نسأله في حكم الحديث لأنه لا يعرف قلت له مسحة على الجوربين الألف والألف هذه جنسية أم عهدية مسحة على الجوربين جنسية أم عهدية هو يزعم أنها جنسية والواقع أنها عهدية يعني الجوارب المعهودة عند العرب ومن قواعد تفسير النصوص أنها تحمل على معهود العرب في الخطاب فإذا جاء نص من الشارعي جاء طبعا توسعت في هذه المسألة لأهميتها ولكثرة القيل والقيل والقال فيها الجورب هذا عهدي الجورب المعهود أيام العرب فمدعي أن المسحة جائز على كل جورب يزعم أنها جنسية فمن أين أتيت بهذا من أين أتيت بهذا يعني ماما الجنسية يعني جنسية أن تجعل قبلها كل أو بدلا منها كل فيتسق المعنى هل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل جورب أم على جورب المعهود على جورب المعهود طيب لماذا أفعل هذا لأن عندي نص ثابت بيقين وكتاب الله تعالى يأمر بغسل الرجلين وعندي نص مشكوك فيه في ثبوته أولا وفي شروطه ثانيا فماذا أفعل الاحتياط في الدين ماذا يقتضي يقتضي علي أن أفعل الأحوط وعلى فكرة عدت إلى ابن قدامى في المغني ستجد الشروط التي ذكرها ابن قدامى نفس الشروط التي ذكرها الإمام الأعظم أبو حنيفة ونفس الشروط التي ذكرها الإمام مالك ونفس الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي قال لا في واحد اسمه ما أعرف مين يعني بعض الناس من أهل الشام من قبل ستين سبعين ثمائين سنة قال يجوز ايه أنا ما لي وفي واحد في مصر أيضا ادعى الاجتهاد أيضا من خمسين ستين سنة قال يجوز أنا ما ليهم هؤلاء يعني ما أحترامي لهم جميعا يعني إذا قال القاسمي أو قال أحمد شاكر هؤلاء ناس يعني مشتغلون بالعلم صحيح ولكن أينما كانت هؤلاء من أهل الاجتهاد هل هؤلاء عندهم نظر أصولي ثاقب هل شهدت لهم الأمة بالإمامة أبدا لم يحصل هذا قال لا يا أخي من باب التيسيع المسلمين إيش تيسيع المسلمين أنت تخالف شرع الله تعالى الآن هذه القضايا الموضوعية ما في هذه التيسيع المسلمين التيسيع المسلمين في متى إذا ها إذا عندي أشياء متقاربة أما عندي آية قطعية الثبوت والدلالة مقابل أشياء مشكوك بها ولذلك الفقهاء تشددوا في هذا الباب جدا نعم فإذا من شروطه أن لا يكون ثابتا على خلاف القياس شروط الفرع طبعا وجود علة للأصل العلة تكون تامة لا تكون ناقصة أيضا أن لا يكون منصوصا عليه إذا كان منصوصا عليه لاجتهاد في مورد النص أول من قاس إبليس كيف يا ابن حزم قال إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين شوف يقيس إبليس والله فعلا كلام جميل لكن عد إلى كلام أهل العلم أبدا قياس إبليس هذا من القياس الفاسد الذي ذكرنا أنه لا يجوز لماذا؟ لأنه اجتهاد في مورد النص الله جل جلاله يقول اسجدوا إبليس يقول لا لا نسجد لماذا يا إبليس؟ قال أنا خير منه فإبليس هنا ماذا يفعل؟ يقيس في مورد النص ولا اجتهاد في مورد النص نعم العلمة هي ما شروطها؟ أولا أن تكون مدركة بالعقل بالعقل؟ طبعا إذا قلنا عقل ترجعنا إلى عقل البرهاني ذكرنا سابقا ليس العقل الاستحساني ليس الهوى؟ نعم ألا تكون مركبة من علتين استنبطها مجتهدان يعني هكذا قال بالشيء وهذا قال بالشيء يعني هكذا التلفيق هذا لا يجوز التلفيق لا يجوز سنتي عليه إن شاء الله عند حديث على الاجتهاد على الاجتهاد نعم كذلك أن تكون موجودة في الفرع والأصل هذه العلة نعم كذلك يوجد فيها ما يوجد في أوصاف العلة الشرعية التي سنتي عليها إن شاء الله لاحقا الحكم ماذا يشترض فيه؟ أن يكون شرعيا أن لا يكون خاصا انتبه هنا إذا كان خاصا فلا يقاس عليه لاحظ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخزيمة شهادتك بشهادة الرجلين هذا أمر خاص بسيدنا خزيمة وهكذا إذا كان خاصا لا يمكن الشريعة نصت على خصوصه نعم كذلك أن لا يكون منسوخا كذلك أن لا يكون متغيرا كيف يكون القياس وأين يكون؟ القياس يكون في الأحكام الفرعية العملية للأصول ليس في أصول الدين إنما يكون في فروع الدين الأحكام العملية ما حكمه بعد أن يستجمع الشروط؟ حكمه ثبوت حكم المنصوص عليه ما احتمال خطأ؟ لأنه جود بشري هنا يعني هو دليل ظني والدليل الظني يجب العمل به نعم وذكرنا سابقا لماذا يجب العمل بالظن؟ لأن قلنا الشريعة مبنىها على الظنون يعني معظم الشريعة ومعظم حياة الناس ليس الشريعة فقط قائم على الظنون لماذا لا نقطع بالقياس؟ لأنه أساسا ظني إلا إذا كان من قياس الدلالة ذكرنا قياس الدلالة سابقا عند الدلالة النص يعني إيش أن يكون أولى؟ الشرع الشريف منع من أكل مال اليتيم فأخونا يقول لهم أنا أحرقه لا أكله هنا يكون باب أولى لأن يتلاف المال فالشرع إذا منعك من أكله هل يجيز لك أن تتلفه؟ لا أبدا نعم نعطي مثالا واضحا موضوع الإسكار الإسكار علة موجودة في الخمر كيف استنبطت هذه العلة؟ سنأتي عليه تفصيلا إن شاء الله الآن الخمر ثبتت حرمتها بالنص ونعلم يقينا حرمة الخمر الخمر لها أوصاف عديدة منها الإسكار كيف وصلنا للإسكار؟ هذا أيضا سنشرحه بشكل مفصل إن شاء الله فجاءني شيء آخر مسكر فيه نفس العلة فما الحكم؟ هنا يحصل القياس يحصل القياس فتلحق الفرع بالأصل قد يقول قبائل هنا القطة يصعب الاحتراز عنها خاصة في الآنية القديمة ما في حنافيات أول وكذا أشياء كلها برك ويعني أشياء يعني أحواض يمكن للحيوانات أن ترد منها فماذا نفعل؟ الشرع الشريف يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات مقتضى القواعد أن هذه الهرة نجسة لماذا؟ لأن اللعاب يتبع اللحم ولحمه نجس لا يجوز أكله فلعابه يكون كذلك فهنا ألغينا القياس يا ابن حزم ألغينا القياس لماذا؟ لماذا ألغينا؟ لأن المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ إنها ليست بنجس طيب والنبي عليه الصلاة والسلام نص على علتها وقال ماذا؟ إنها من الطواف إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات إذن ذكر العلة التي هي التطواف فنبحث فنجد مثلا الفأر كذلك يلغ في هذه الأشياء في نفس الشيء لحمه نجس لعابه يتبع اللحم سبحان الله وأيضا يصعب الاحتراز أشد من القطة يعني أذكر مرة تابعت في بعض الأفلام الوثائقية سلط كاميرا في الليل على شجرة النخيل سلطها يعني هكذا من الغروب إلى الشروق فسبحان الله كمية الحيوانات التي وردت على هذه الشجرة وأكلت منها أشياء كثيرة جدا جدا كل أصناف الحيوانات وأنت لا ترى شيء في الصباح لا ترى شيئا فكذلك الماء هذا الماء الذي هو حوط أو بركة أو شيء محصور الحيوانات ترد عليه فماذا نفعل إذا مشيت على القياس هذه الحيوانات خاصة إذا كان ماء قليلا هذه الحيوانات الصغيرة ترد من هذا الوزغ مثلا أو الفأرة أو الجرذ وردت من هذا الماء فماذا نحكم نعود إلى العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فنقول هذا الماء يبقى طاهرا لماذا؟ لأن هذه الحيوانات من الطوافين علينا تطوف علينا باستمرار والعلة موجودة نعم الفرق بين قياس هذا القياس الأصولي وبين دلالة النص ما هو؟ ذكرناه سابقا لكن نذكر به الآن قلنا هذا نظر فقهي بحت أما الثاني قياس الدلالة نظر لغوي فمعروف من ذات اللغة يعني يفهم العربي من قوله تعالى ولا تقل لهما أف أن الأذى ممنوع إذا كان أشد فضربه للوائدين ممتنع كقول أفن وهو للإذا منع فهنا هذا قياس أو لا هذا دلالة النص ذلك قياس باللغة وهذا قياس بالأصول الثاني قياس الأصولي النظر فيه شرعي بحت الأول النظر فيه لغوي نعم ما هي أقسام القياس؟ فيه عندنا قياس جلي وقياس خفي القياس الجلي هو الواضح الذي تحدثنا عنه الآن في قضية الإسكار في قضية الطوافين عليكم والطوافات العلة واضحة القياس الخفي هذا الذي يسميه علماؤنا الحنفية الاستحسان هذا الاستحسان سنشرحه إن شاء الله مفصلا في درس لاحق لأنه نوع من القياس لكنه مختلف فهو قياس خفي يعني المسألة يتجاذبها أصلا أصل واضح جلي وأصل آخر خفي فالمجتهد يعدل عن الواضح الجلي ويلجأ إلى الخفي لمرجح لمرجح يقتضي هذا العدول هذا سنشرحه لا نستعجل مع الأمثلة في وقت لاحق طيب العلة ما هي والعلة طبعا تحتاج إلى شرح طبعا لأن الدرس هذا لا يكفي في عندنا يعني مسالك العلة وفي عندنا قضية تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط فلتحتاج إلى شرح أوسع العلة ما هي العلة في اللغة هي المرض تطلق على السبب وهذا هو المراد يعرفونها بأن الوصف الخارجي الذي يؤثر في وجود الشيء وهذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا ولذلك قلت لكم نحن لا نتزم هنا بالقواعد المنطقية مئة بالمئة يعني قد هي لكنها لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا وصف ظاهر يراه الإنسان منضبط يعني يمكن تحديده نعم قد يعبر عنه أحيانا بالباعث أو المناط أو الموجب أو المؤثر أو الحامل أو المقتضي أو المستخدم هكذا أشياء كثيرة هذه العلة لها شروط حتى نقول العلة متحققة أولا التأثير أن تكون علة مؤثرة لها تأثير حقيقي ثانيا أن تكون ظاهرة ظاهرة يعني يراها الإنسان ويفهمها جيدا ثالثا أن تكون منضبطة يعني يمكن ضبطها رابعا أن لا تكون مخالفة للأصول وخامسا أن تكون مناسبة سنشرح كل واحد على حدة أولا التأثير الشرائع تجتمل على مصالح العباد فلابد أن يكون الوصف مؤثرا طبعا الآن سأعطي مثالا بعد قليل جامعا يعطي كل هذه الأشياء أن تكون ظاهرة يعني مدركة بالحواس أو نعم أن تكون منضبطة يمكن تحديدها أعطي الآن المثال لاحظ وهذا السؤال يكثر عنه يكثر الناس يكثر الناس السؤال عنه الآن تسافر أنت الآن بالطائرة فتصل مثلا مدينة في ساعة ونصف أو ساعتين هنا نقصر أو لا نقصر الصلاة شخص آخر يسافر مسافة أقل من مسافة القصر فتأخذ معه يأخذ معه الطريق مثلا من هنا إلى يلوى مثلا قد يأخذ معك ساعتين وتعاني من مشقة أكثر من مشقة ذلك الذي ركب الطائرة ووصل أتى من دولة أخرى فوصل في مدة أقل طيب لماذا في الطائرة هنا حكمنا بالقصر إنسان يفكر ويقول طيب لاحظ هذا يتعب أكثر الفقهاء قالوا التعب والمشقة أمر غير منضبط نعم نحن نراه لكنه غير منضبط فلابد من تحديدها بمدة مكانية مسافة مكانية زمان تقدر فيسأل سأل طيب يا أخي أخي أخص إن أخواننا دول جماعة التحديث الفقه من غير اجتهاز يعني هكذا يحاول أن يبحث التحديث باستمرار كانوا برنامج موبايل يحدثه فيحدث الفقه بشكل سريع فيقول يا أخي اشوف الفقهاء هؤلاء عندهم نظر سطحي يعني هذا سافر إلى يلوى قلتم لا يقصر الصلاة والثاني سافر إلى مسافة وإن كانتنا مدى أقل فقلتم يقصر الصلاة الواقع من قديم الزمان من أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان السفر يختلف هناك سفر الصعلوك وهناك سفر الملوك سفر الصعلوك الإنسان فقير يعني هذا يمشي على قدم ربما يعني يؤذيه حر الشمس وكذا الملك يعيش ويركب في ريش النعام ويجلس متى شاء فإذا هذا موجود هذا يسافر سفرا مرفها تمام والثاني سفر مختلف فالفقهاء لم ينظروا إلى المشقة لماذا؟ قال لأن هذا وصف غير منطبط لا يمكن تقديره بكمية محدودة كمية مشقة لا تستطيع لأن تختلف من شخص إلى شخص وذات الشخص من حالة إلى حال نعم فهنا قلنا العلة في قصر الصلاة هي ماذا؟ المسافة وليس المشقة لماذا؟ لأن المشقة لا يمكن تضبطها كذلك أن يكون الوصف مناسبا طبعاً طبعاً كلمات مضغوطة جداً جداً وتحت كل كلمة منها وادي من هودية العلم بس لكن نلخص المسأل بشكل يعني إيش يعني نبص المسأل ما معنى مناسب يعني من جنس ما يطلبه الشارع الشارع له في طلبات أوصاف معينة العلماء بالاستقرار بحثوا عن موارد الشريعة بل حتى قالوا عن موارد الشرائع كما يقول غزالي ليس الشريعة الإسلامية فقط الشرائع السابقة اتفقت عن أشياء معينة هذه جعلوها كليات اللي هي المقاصد الكلية للشريعة أو للشرائع جميعا التي جاءت الشرائع جميعا لحفظها هذه يسمونها ماذا مقاصد الشريعة ماذا يقصد الشارع من تشريع الأحكام وهذه مسألة منزلق خطير جدا جدا الآن تجد الذين يتكلمون عن المقاصد نوعان كبار العلماء الراسخين من الراسخين في العلم وكبار الحداثيين والذين يتغيون إسقاط الشرائع مقاصد الشريعة إذا ما عدت لحجة الإسلام الغزالي تكرها في أربع صفحات المستصفى في أربع صفحات وجعلها في مكان ضيق سأذكره الآن ما هو هذا المكان الضيق جعلها في بيان الوصف المناسب للحكم إذا أردت أن أعرف هذا الوصف في الاستنباط مناسب للشريعة أو ليس مناسبا للشريعة يعني المثال الشهير الذي يذكره الأصوليون هذا مثلا الأعرابي الذي جاء مع أهله في نهاري رمضان جاء مع أهله في نهاري رمضان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت وأهلكت ماذا فعلت؟ قال جامعت أهله في نهاري رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى عليه بالكفارة ينظر الفقيه هنا حاجته إلى وصف المناسب فينظر فيه عندي أوصاف عديدة يكتب على ورقه قلم أولا أعرابي يكتب وصفة أعرابية ثانيا جامع أهله فهل الجماع لأهله أم كل جماع يوجب الكفارة؟ لو ارتكب والعياد بلال فاحشة فيسجل هذا الشيء إذن عندي احتمالان أن يكون الجماع لخصوص أهله احتمال أن يكون الجماع حراما فيسجل احتمال الثاني ثم ينظر نظرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام والسلام قضى عليه بالكفارة هل قضى عليه بالكفارة؟ لأنه جامع أو لأنه أفطر؟ وضع الاحتمالات على الطاولة فنظر إلى وصف الأعرابية هنا حاجة مقاصد الشريعة فينظر ما هي الأشياء المناسبة لتشريع الأحكام اللي جعلها الغزالي فيه أربع خمس صفحات وجاء الشاطبي فمطها فيه أربع خمس مجلدات هي نفسي أربع صفحات بس مطتها كذلك لما ذكروا هذا الباب أنت أيها القائس في الباحث عن حكم الله تعالى إذا ما أردت أن لا تزيغ عن شرعه عليك أن تأتي بوصف يناسب مقصد الشارع فنقرأ فيه مقاصد الشارع هكذا ينظر الأصوليون ولذلك جعلوها في هذا الباب حصرا في باب تنقيح المناط تخريج المناط تحقيق المناط كل هذه المصطلحات ستشرح مفصلة إن شاء الله لا تستعجلوه جعلوها في بيان الوصف المناسب ما هو الوصف المناسب لإشتشيع الأحكام فينظر يقول وصف الأعرابية لا يصلح اشطبه وصف كونه جامع أهله يعني كون الجماعي في الحل لا يصلح للتعليق الأحكام عليه ينظر نظر أبعد يرجع الخطوة لوراء فيقول ماذا؟ هذا الرجل ارتكب حراما واعتدى على الشهر الكريم فيقول الشافعي رحمه الله ينظر نظره ويقول ماذا؟ يقول من جامع أهله أو غير أهله يعني الوصف المناسب هنا الجماع لأن الجماع من نواقض الصيام وهو أفحش من غيره يمكن يفكر الشافعي رحمه الله فقال من أفطر بالجماع عامداً حلالاً كان أو حراماً وجب عليه الكفارة فالشافعي رحمه الله حينما فعل هذا ماذا فعل؟ بحث في مقاصد الشريعة فوجد أن هذا الحكم يناسب مقاصد الشريعة جاء الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله طبعاً هو قبله في الزمان لكن أبين لك نظرة الفقهاء قال طيب يا شافعي لو افترضنا أنه اجتمع في مكان واحد لأنه الشافعي من أهل الرأي وأبو حنيفة من أهل الحديث فالشافعي له سلف وأبو حنيفة له سلف فكل واحد له سلف فالإمام الأعظم يفكر يقول طيب هذا أنه جامع أنتم وقفتم عند ظاهر الجماع طيب الآن ماذا سيفعل؟ سيفطر إفطاراً عادياً ثم يجامع بعد ذلك وعلى هذا الأساس ستجيبون عليه ماذا؟ القضاء فقط فيتخذ الناس هذا وسيلة إلى اللعب في أحكام الله سبحانه وتعالى فضيعتم مقصد الشارع هكذا يفكر الإمام الأعظم فيقول لا العبرة بالاعتداء على حرمة الشهر مهما كان جنس الاعتداء ما دام عامد عليه ولذلك أشبه أن العلة كيف؟ بثمرة لها أكثر من قشر قشر العرابية نزعناه قشر كون المرأة زوجتها أيضاً نزعناه ثم بعد ذلك يعني أحياناً بعض الثمار يمكن أن يؤكل شيء من قشورها يعني يستطيبه بعض الناس ولكن آخر ينظر إلى اللب فقد يختلفون في العلة لكن كله يبحث عن الثمرة عن قلب الثمرة عن اللب الذي يحوي على حكم الله سبحانه وتعالى من شروط يعني يكون وصفاً ظاهراً رأيناه يمكن تعديله منضبطاً حددناه يعني الجماع ما هو الإلاج يمكن تحديله بسهولة حصل إنزال أو لم يحصل إنزال يمكن ضبطه نفس الشيء في موضوع علة الزنا متى يقام حد الزنا على الإنسان نعم كذلك من شروط العل أن لا تكون مخالفة يعني ما أستنبط حكماً يخالف مسألة منصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى أو أستنبط شيئاً يخالف أصول الدين وهذا الشيء الذي يلعب به الحداثيون الآن يحاول يقول ماذا لماذا حرم لماذا أوجب الشرع قطع يد السارق فيقول لحفظ أموال الناس هكذا فيبحث إلى مقاصد الشريع نعم أموال الناس هذه من المقاصد الكلية حفظ الدين النسب كذا المال هكذا يفكر نظر لأول وهل معقول لكن أين المصيبة التي حل فيها أنه خالف خالف دين الله سبحانه وتعالى قال طيب نضعه في السجن وبهذه الطريقة يحفظ المال طيب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كان يوجد السجون والسجون موجودة من قديم الزمان يعني نظام السجن ليس نظاما اخترعه هؤلاء أهل عصرنا موجود من قديم الزمان من أيام سيدنا يوسف قبل النبي عليه الصلاة والسلام السجن عقوبة موجودة فكانت موجودة لكن شرع الشريف فعل هذا يأتي بعض الناس يتفلسف يقول انظر هذا رأيته لبعضهم يقول يعني هذا من النظر البدائي كيف البدائي يقول قديما يجعلون الجناية تسري كيف تسري يعني سرق يعني يده هي السبب فتقطع يده يعني ليس عقلاء طبعا الشرع هو الذي قال هذا الشرع الشريف هو قاله هو يعترض على كتاب الله سبحانه وتعالى ويقول أنا مسلم هو يقول أنا مسلم لكن يعترض على كتاب الله سبحانه وتعالى الشرع لم يفعل هذا أراد أن يجعل علامة ظاهرة وتكون عقوبة شديدة رادعة بحيث تحفظ أموال الناس نعم العلة قد تكون منصوصة وقد يكون مجمعا عليها وقد تكون مستنبطة هذا الكلام يحتاج إلى أشرح طويل والوقت الباقي لا يتسع له لأنه نريد أن نعطي درسا في الوصول في التفسير فلا نتوقف لكن نريد أن ننبه بعضا على بعض الأشياء التي حقيقة في الدرس الماضي أو قبل الماضي لا أذكر لكن الحقيقة أتيحت لي لمراجعة بعد أن نشر في أشياء سبق الإنسان جاءت منها أنا ذكرت في درس المرسل أو في درس آخر لا أذكر ما هو في المهم درس السابق أو قبل السابق ذكرت أن أول صحابي ولد للأنصار هو محمود بن الربيع هذا خطأ ونعرف أنه خطأ لكن سبق لسان جاء على لساني هذا هو النعمان بن بشير رضي الله عنه ولم ينبهني واحد منكم طيب يا أخي قلوا لي قلوا هذا أنت أخطأت أنا أحوتي للحق مباشرة فهذا أولا فهو النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو أول مولود للأنصار كذلك ومسأل وإنك لم تكن مهمة جدا جاءت عرضا في كلامي قلت يعني هذه إذا خالف حقوق الإنسان وقلت يعني أمم المتحدة فيها خمس دول ليست فيها دولة مسلمة ولا أفريقية أنا أقصد مجلس الأمن أنا أقصد مجلس الأمن وهو هذا الذي الذي جاء لأمن إسرائيل وجاء لأمن الكافرين وهذه مسألة ليست من صلبي موضوعنا ولكن حقيقة هذا ما أقصده أنا ما أقصد هيئة الأمم طبعا هيئة الأمم عبارة عن اجتماع كبير لا يقدم ولا يؤخر القصة وهي ليست موضوعنا أقولها باختصار بعد أن أسقطوا الدولة العثمانية كان هناك شيء اسم المسألة الشرقية ما هي المسألة الشرقية كيف يقتسمون تركة المسلمين لذلك تشبه الدولة العثمانية بالرجل المريض الذي يحتضر وهم يتآمرون على اقتسام تركته وهو حي فحصل يوم سايكس بيكو وخان العرب بقيادة نورانس الذي تزعم الجيوش العربية والشريف حسين فعل ما فعل وحصل ما حصل في المسلمين ثم بعد ذلك بعد الحرب العالمية الأولى تشكل شيء سموه عصبة الأمم وهو منظمة تحمي مصالح الدول الاستعمارية الكافرة ليس فيها مسلم ليس فيها أفريقي لأن أفريقي درجة ثانية بالنسبة لهم كان عبدا على مدى مئات السنين ليس فيها أفريقي ليس فيها مسلم واحد فجاء لهذا وللفائدة أقولها لكم وخارج عن موضوعنا في واحد اسم أنزولتي أنزولتي يعودونه أول من صن في القانون الدولي يعودونه أبو أبا القانون الدولي اسمعوا هذا الشيء طريف جدا يجب أن تعرفوه حتى لا تستغرب يعني مجلس الأمن وغير مجلس الأمن لماذا لا يتدخل إلى الإصالح إسرائيل وإصالح النصارى يعني تيمور الشرقية جابوا كم واحد ودرجة مع أهل الجلابيب القصيرة والليحة الطويلة قتلوا كم واحد من النصارى وقد يكون مشهدا تمثيليا فاجتمع مجلس الأمن في خمس دقائق فصل تيمور الشرقية عن أكبر دولة إسلامية وحول دولة مسيحية نصرانية أنزولتي يقول في كتاب هذا القانون الدولي يقول مصادر القانون الدولي ما هي أولا الشريعة الرومانية ثانيا الديانة المسيحية وما فيها من يعني كلام أباء الكنيسة ثالثا وهذا المصدر الغريب يقول هو ذلك الشعور الذي يجمعنا في عداء المسلمين هو ذلك الشعور الذي يجمعنا في عداء المسلمين كثير من العرب لأسف الشديد وكثير منهم غير متدين ممن درس القانون الدولي ولا سيما فيه هذا الرجل إيطالي يذكرون في مقدمات كتبهم يعني عبارة لطيفة يقول والسبب في نشأة القانون الدولي هي أسباب دينية أسباب دينية فقط هكذا وهذا يدرس في جامعاتنا أسباب دينية ما هي هذه الأسباب الدينية هذا الذي ذكرناه طيب الآن إذا يوجد أسئلة عما قلناه فعلى كل حال هيئة الأمام مجلس سلاما إن البقرة تشابه علينا نعم تفضل هذا بسبب عدم قدرة الاحتراز عن قوافها أو ولا غير في الماء لكن الآن يوجد احتراز يوجد قدرة عن قرأة ذكر جنابت نحن في هذا هل يرتفع الحكم يعود إلى النجاسة النبي عليه الصلاة والسلام انتبه انتبه القضية هو حكم عليها حكم عليها بأنها ليست بنجاس ثم ذكر العلة تمام حكم أنها ليست بنجاس والأصل أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام فقال هي ليست بنجاس لماذا لأنها من الطوافين عليكم تمام فأفرض أنه لم يقل أنها من الطوافين عليكم فقد قلت فتبقى هكذا فالحكم على ظاهره إنها ليست بنجاس نعم نعم نحن الآن نحاول أن نفهم الشرع الشريف ومحاولتنا هذه ظنية أحيانا وحيانا تكون قطعية نعم فضل سؤال فعندك سؤال آخر نعم فضل سألت المسح نعم حاليا كثير من الشباب والعوام هل صلاتهم جائلة لا نقول بالقبول نقول هل هي صحة إثمهم في رقاب أولئك الذين أباحوا له الحرام هذا إثمهم فالعام ياد ننبهه نقول له الحرام ونمشي أعجبه لم يعجبه هذا شيء آخر لكن هذا قلت لك من ناحية موضوعية والغريب أنهم يدعون الاجتهاد يدعي الاجتهاد ولا يعرف يبحث عن المادة في المعجم يبحث عليها من خلال جوجل أو من خلال الشاملة يبحث عن المادة من خلال الشاملة لا يعرف أصل الكلمة أي اجتهاد هذا وأي شيء هذا الكلام الذي يقول لك أول مرة يسمع الحديث ضعيف لم يسمع به لو شاهد الترمذ يقول صحيح حسن وصحيح الحديث هذا مخالف للقياس لم يسمع به الألف والله هذه عهدية لم يسمع بها طيب العام نظر على قناة كان في قناة من القنوات الرخيصة أتى واحد من هؤلاء يعني من ذوي الجلابي بالقصيرة والليحة الطويلة أنا بس توصيفي لا أنتقد لا أنتقد هذه الأشياء فقط وصف ما ما حصل وأتى على أساس يطبق السنة أتى بتور ماء هكذا رأيت بعيني يعني وصار يشرح لهم كيف يكون الوضوء وكان يلبس جوارب عادية قصدا قصدا من أجل إيش أن يضل آلاف الناس والناس يقيس وحقيقة من الأشياء التي حيرتني منذ بداية طلب العلم لما أقول العامي اتبع علماء كيف يعرف العامي العالم هذه مسألة غير منضبطة وهذه حقيقة من البلاء الكبير خاصة في هذا الزمان العام يقيس بطول اللحية صح كيف يعرف عالم أو ليس بعالم أو يقيس بالمواقف هذا وقف معنا والثاني وقف مع التنين هكذا يقيس العامي فيأتيهم العالم الرباني فهذا فعل أول شيء تمضمض قال والمضمضة والاستنشاق وهما واجب بلا شك المضمضة والاستنشاق هما واجب بلا شك واجب بلا شك اسمع الفقر عجيب تقول لي قال الحنابة طيب حديثي يقول وبالغ بالاستنشاقي إلا إذا كنت صائما هذا يعني الآية القطعية على كلها نتكلم في هذه المسألة الجمهور على خلاف هذا الكلام ثم بعد ذلك مسح للجوارب وبعدها فعلا يعني أذكر كنت مسافرا مسافرا طويلا وفي برد شديد فنزلت توظى في الاستراحة فجاب بعض هؤلاء فرأيت بعض العوام يمسحون أنا حقيقة لكثرة البلاء أنت أعلى من الشيخ فلان والشيخ فلان مكليوريس إعلام لا يفقى شيء من دين الله سبحانه وتسعانه لكن أنا ساكت فجيت أتوظى شفت الجماعة يمسحون أنا خلعت الجوارب والحقيقة فيها مشقة كبيرة وتوظى الوضوء الشرعي المعروف فيأتي وهو يمكن عليك لماذا تمسح الجوارب لماذا تمسح الجوارب لا يجوز كيف أنت إيش عرفك هذا الشيخ فلان الشيخ فلان هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فهذا ضل ضله بنفسه وأضل غيره طيب هذا العام هل يؤخذوا الله سبحانه وتعالى ليس من اختصاصنا موضوع الحسنات والسيئات الله جل جلاله يوم القيامة هو أعلم بخلقي وشايف ويرى سبحانه وتعالى يرى أن هؤلاء قد ضللوا وهم لا يفرقون بين الغث والسمين ولا الشمال من اليمين فتعلم الناس أنا قلت هذا عكست عكست طيب إمام الشافع رضي الله عنه يعني ليس إمام مدرسة الأثر إمامها مالك ثم جاء الشافعي تتلمذ عليه ثم أحمد تتلمذ على الشافعي ثم استقل كل واحد منهم هؤلاء بمدرسة صار إماما متبوعا رضي الله عنهم أجمعين وفي المدرسة الإسلامية كثير من أمثالهم الأوزاع والليث وغيره وكذا والإمام الأعظم صاحب مدرسة عنده أصحاب أبو يوسف محمد الحسن إلى آخره وزفر زفر قبل الحسن فمدرستان ينتهي إصناد الإمام الأعظم إلى من من الصحابة إلى عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود إلى علي بن أبي طالب غالبا أقول غالبا ليس دائما يعني هؤلاء رواد مدرسة الإمام مدرسة أهل الرأي الإمام الشافعي رحمه الله ومن قبله مالك ومن بعده الإمام أحمد ينتهي فقهم إلى من؟ إلى ابن عباس ابن عمر بالدرجة الأولى لأنه مالك عن نافع ابن عمر إلى أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين فهنا مدرستان وكل مدرسة لها أئمة من كبار الصحابة وعلى فكرة كثير من المسائل التي يستشبعها الجاهلون عن الإمام الأعظم تجدها مروية نصاً عن ابن مسعود ومن ابن مسعود خادم النبي عليه الصلاة والسلام مو صحابي عادي مو صحابي الصحابي هذا صحابي سادة ستة في الإسلام وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنه راض وكان يدخل ويخرج في بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال بعض الصحابة أظن سيدنا أبو موسى أشعري أظن أبو موسى يقول كنا نظن أن ابن مسعود وأمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يدخل ويخرج بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان يأتي بالوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بالسواة كان خادم يعني من الدرجة الأولى وأفصح العرب عبد الله بن مسعود هذا من هذيل يعني أفصح قبيلة في العرب جلس في الكوفة وصال يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام فسجلها على القمة والأسود وما عرف مين وثم جاءت إلى حماد ثم إلى أبي حنيفة وحافظوا الجماعة القصة هذه وسيدنا ابن عمر يروي أيضا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة واخذها أخذ قسم منها مالك والشافي أخذ أكثرها تمام هكذا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدمي إلى أن جاء شخص اسم الألباني وقال لا 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 كل هذا غلط الآن أصلي بكم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأصفت صلاة النبي كأنك تراها كأن يراها والإسناد منقطع تماما ابن مسعود 23 سنة بس مع النبي بس مو كثير يعني كل البعثات ويروا هذه ثم يقول أخونا لا 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 كأنك تراها كان أكثر نعم يوجد شيء آخر جزاكم الله موسيقى ويروا موسيقى ترجمة نانسي قنقر